أهلاً بكم معاكم الدكتور محمود صبح أمتي تدريس المجلسير إدارة الأعمال في السياسات المالية بتاعتنا فهنبدأ نتكلم في أول حالة الموضوعات بتاعتنا اللي هنشتغل فيها أول موضوع مصادر التمويل التقليدية طويلة الأجابة يبعنا إذ هي الأسهم العادية والأسهم الممتازة والسندات ودي موجودة في الكتاب الأولان بتاعنا اللي هو الإنان بتاعه الإدارة المالية طويلة الأجابة أنا عاوز أنك تعمل مقارنة ما بين المصادر التلاتة وأوجه الاختلافات بينهم A و A المقارنة هتبقى بسيطة هتبقى بسيطة وياريت لو تعملها في شكل جدول يبقى الموضوع بتاعنا جميل أو الموضوع التاني اللي أتربطه منك هو رأس المال المخاطر رأس المال المخاطر وسنديق الاستثمار ده اتجاه جديد في التمويل الحقيقة أرجو أنك تقتمي دي شوية لأني نادر جداً ما بنتكلم عليه في السوق المالي المصري آخر حاجة عندنا الابتكارات المالية في الأسهم والسندات التطور المالي في الأسواق المالية خل هناك بعض الناس تفكر في صور أخرى خلاف الصور التقليدية اللي موجودة في نمرة واحد مطلوب منك أنك هتجيب لي خمس خصائص بالنسبة للأسهم الجديدة والسندات الجديدة الكلام دي كله موجود عندك في الكتاب بتاع الابتكارات المالية برضو بالنسبة لسندق الاستثمار ورأس المال المخاطر ده موجود في الكتاب بتاعه اللي عندك والأسهم التقليدية دي برضو موجودة في الكتاب بتاع الإدارة المالية عندك المراجع الثلاثة اعمل منخص الموضوعات دي منها وإن شاء الله جبل أم الطيبة وخالص تمنياتي بالتوفيق ترجمة نانسي قنقر